سيد الصدور علاقة غير مقطوعة مع أعضاء الاتلاف ولكن يبدو هناك موضوع إلى علاقة بهذا وليس بتوزيع المناصب ولكن إلى علاقة يعني دور الوسيطة تتحدث في هذا الجهن بنحب السيد الكاظم المشهود له قرب السعودية وإيران قرب الأمارات وإيران قرب أمريكا وإيران عادهم للتفاوض فريد يقرب الشيعة بيناتهم يقرب الإطار عما صاركم عشرين سنة تحكمون أخطونا مجال شوي أخطو مجال لأبو هاشم وليش تشدتم مهجرين شنو لا هسانت لا تردد مالت أحمد ملطلال مو مهجرين لا صحيح مو أردده بس يعني على واقع أنا مراقب أنا ما منتم بالجهة أنا شوف المشهد من 2005 لليوم الحكومة بيدي اليطار إحنا من 2014 مو بالحكومة دولة القانون حيدر عبادي من يونزلندا حيدر العبادي عادل عبد المهدي من يونزلندا ومن العراق أنا دحشة على دورة القانون لا أنا دحشة على إطار تنسيقي الإطار كان التيار الصدري ضمن الإطار قبل الانتخابة إنه عام بس ليس رئيس الزر يعني الإطار مو مفتشيء معيب حتى واحد يعني يحاول أن يتبرى من عنده أحنا ما قلنا موحيب بس هو ضمن الإطار بشكل عام زين والتيار الصدري ما كان ضمن الحكومات هاي ملتين وخمسة لحد لانه أنا أتكلم على رئاسة الوزراء لذلك هاي العشرين سنة المرات لا أجبتونا كهرباء لا أجبتونا سكن لا أوفر بنية مدنة لا أوفرت وظائف لا أجبتو شركات أجنبية لسا نستورد نفط من فلان وفلتان ونستورد غاز إذن خلوا العالم الجهة الأخرى يجوزهم تفشل هاي أخو من يقول راح تنجح إذا فش لا تم نعاقبها الجمهور يعني وبالتالي نبني بلدنا بطريقة مهنية ونخلي الإطار يمتلك من الشجاعة أنه يدعم حكومة التيار الصدري وبالتالي ننظر لبناء بلدنا هاي أخي هاي أخي نحقق الإنسجام يا أخي الإطار التنسيقي كلها الأعات كلها ما يريدها نفذ ثم ناقش كيف محصومون ما حد يحشوا يهم يوم الأمريكان محررون يوم الأمريكان محتلون يوم ريد الحلبوسي يوم ما ريد الحلبوسي يوم الخنجر كذا يوم الخنجر وطني يوم مشعان علوياك علي يوم مشعان يعلم كذا يعني طونا مجال خلوا العالم يشوف تاروبا